بكم جدداً مشاهدين إلى هذا المباشر ننتقل لمتابعة كلمة وزير المالية وبهذه المناسبة أود أن أرحب بسيدات وسادة أعضاء المجلس المكون من الممثلي عن الدوائر الوزارية ذات صلة بنشاط قطاع المالية عموماً وقطاع الضرائب على وجه الخصوص بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات والاتحادات التنظيمات المهانية والهيئات الاقتصادية والخبراء الجمعيين يأتي هذا التنصيب استكمالاً لبناء المؤسسة في إطار المسعد الشام لبرنابل سيد رئيس الجمهورية الرامي إلى التمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومزدهر وذلك عملاً بأحكام المادة 66 من القانون المالي 1999 التي أسست لإنشاء هيئة اجتشارية تحت وسائط وزير المالية وكذلك أحكام المرسومة التنفيذي رقم 12 430 المؤرخ في 22 ديسمبر 2012 المتضمن تحديد تشكيله والتنظيم وسير المجلس الوطني للجيبايا وكذلك كيفية تعيين أعضائه إن إعادة إحداث هذه الآلة الاستشارية التي شهدت تجميد نشاطها لعدة سنوات تكتسي أهمية بالغة باعتبارها من أهم الألية إصلاح وعصرانة الإدارة الجبائية كما تعكس التزام السلطات العمومية بالمضي قدماً من أجل بناء صرح إدارة متشاركية في القطاع المالي لا سيما في مجال تأسيس المنظومة الجبائية فاعلة وفعالة تستجيب للمتطلبات تنمية الاقتصاد سيدات وسادة الحضور سيدات وسادة الأعضاء وفقاً لتوجهات السلطات العمومية يهدف المجلس الوطني لجباية إلى التوطيد الحوار الاجتماعي والتكتيف علاقة الإدارة الجبائية بشركائها الاجتماعيين باعتبارهم وسطا بين الإدارة والمواطنين وإشراكهم في البحث والتطوير لمنظومة الجبائية حيث يعتبر المجلس ملبراً لتبادل الفكري وتقديم رؤي المهنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الفعالية الجبائية كما سيعمل هذا المجلس على التحسين مناخ الأعمال والتعزيز من صدقية المؤسسة الدولة من خلال توفير بيئة جبائية عادلة ومستقرة تضمن توزيعاً واستخداماً فعالاً وأمثل للموارد المالية فضلاً عن ما سبق يلعب المجلس دوراً هاماً في توثيق أو في التثقيف وتوعية المواطنين بأهمية جبائية من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيفية لتوضيح أهمية الضرائب في التمويل خدامة العامة والتحقيق التنمية المستدامة ومن هذا المنطلق يبرز دور المجلس الوطني للجباية كونه هيئة فاعلة تنشط في مجال البحث والدراسة والتحليل وذلك من خلال تكريس خبرات وممارسات أعضائه في تطوير المنظومة الجبائية وكذا العمل على نشر حصيلة أعماله المتوجه المتوجه بتوصيات واقتراحات بصفة دورية والتي ستعتبر دعماً وركزة لمسؤولي القطاع في اتخاذ القرارات الاستراتيجية سيدات وسادة أعضاء أعزاء الحضور يتولي المجلس الوطني للجباية كونه هيئة استشارية وبفضل خبرة أعضائه مهمة تقييم النظام الجبائي واقتراح وإبداء الأراء حول الإجراءات والتدابير الجبائية فنحن نطمح إلى بعث ديناميكية جديدة من أجل تعزيز المسار التشاركي والإسهام في دراسة المسائل المتعلقة بالإصلاح الجبائي وضرائب والرسوم المقرر بإصدارها في القوانين المالية لا سيما من خلال تحليل مشاريع النصوص ذات الطابع الجبائي والتقديم مقترحات تخدم وتعزز مسار عصرنا الإدارة الجبائية لغرض مسايرة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا سيدة سدق أعضاء أعزائي الحضور إن الإدارة الجبائية اليوم بحاجة من أي وقت مالا إلى التعزيز روح التشاور والحوار والتنمية للحس الجبائي لبناء إدارة عصرية طرق إلى تطلعات كافة الفاعلين في المجتمع وعلى هذا الأساس فقد بشرت وزارة المالية من خلال المديري العامل لضرائب في إنجاز برنامج عصرانة واسعة النطاق يهدف إلى إعادة هيكلة مختلف المصالح من خلال استحداث هيئات عصرية إلى جانب تبسيط وإجراءاتها الإدارية والتحسين نوعية الخدمة المقدمة لا سيما تلك المتعلقة بخدمات عن البود وعليه فإن السلطات العمومية تعمل جاهدة لإضفاء شفافية أكبر في تسير الملعام عبرات جعل المنظومة الجبائية أكثر عدلا وإنصافا والتعزيز أهليات المحاربة الغش وتهرب الجبائيين فضلا عن الدعم الاستثمار ومرافقة المؤسسات الاقتصادية ولكي يتسنى لنا مواجهة هذه التحديات لا بد من التقدير الدور المتوقع للضرائب في تمويل ميزانية الدولة فقد بات من الضروري من خلال المجلس الوطني الجبائية الاهتمام باشتراك مختلف الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في جميع المشاريع المتعلقة بسياسات الجبائية والأفاق من خلال إصدار تحليلات وأراء والتصوصيات تهدف إلى التحسين والتعزيز مستوى التعبئة الموارد المالية للبلاد سيدات وسادة أعضاء عزاء الحضور إنني لحريص كل الحرص على أن يحظى المجلس الوطني الجبائية باستقلالية تمة وبالمصداقية في الممارسة مهامه واتخاذ قراراته وذلك من خلال رفع عدد الأعضاء المشكلة أو المشكلة له إلى 41 عضو بدلاً من 21 عضو في التشكيل السابقة لقد أخترنا أعضاء من كوني القطاع قد يستفيد لمحا من خبرتهم كما تجد الإشارة إلى أنه سيتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بينهم كما أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالخطاب إلى سيدات وسادة الأعضاء لأذكركم بأننا نعود عليكم جميعاً لتقديم اقترحات مناسبة تسمحوا بتطوير المنظمة الجبائية وأطلب منكم أن تكونوا رهن الإشارة لكل الأطراف الفاعلة ولا تنسوا أننا نعتمد عليكم للوقوف على مكام الخلل والتحديد السبل الدعم التحصيل الجبائي أملنا كبير أن يحقق المجلس ما هو منتظر منه بالتعاون مع الجميع وأدعو إلى دظافر الجهود وإلى التنسيق الفعال لتحقيق ما تصب إليه بلادنا خدمة إذا نكتفي بهذا القدر